اهلا بي الكيس ازيكم و انا انترجيت لكم فيديو جديد فيديو النهاردة هنعمل جالة في التحديث الجديد للاعبة افوتار والنهار ده بقى اللعبة ده افوتر نزل التحديث كده بسيط وبس التحديث حلوة لان اضافوا حاجات جديدة يعني هدوم للبيبي وكده فهو ارهالكوا وقت دلوقتي في الفيديو فكمان اضافوا وضعيات جديدة في المحالة بتاع الحيوانات اللي هو الوضعيات للقطت والكلافة دلوقتي بقى هرهالكوا الوضعيات جديدة طبعا وحلوة يعني مثلا هنروح هنا عند اي الكلب ممكن نقف عند الكلب ده مثلا نقف كده جنبي مثلا جبت الكلب ده جديد يعني حوالي 8 وضعيات فهجربها من دلوقتي هي اول وضعية دي كانت قديمة تمام وهجرب بس تاني وضعية تاني وضعية برضو قديمة شفناها قبل كده يعني كانت موجودة قبل كده لكن الجودات بقى هما دول الوضعية دي جديدة شايفين شكلها عملا زي يعني بتلعب بقى مع الكلب وكده والطبطبع علي الوضعيات بجد شكلها حال ويدي كمان بقى لما ترقص مع الكلب وكده ونشوف الوضعية اللي بعديها كلهم وضعياتهم حلوة واو هنا الكلب كده بيتفاعل او ينط ويلعب كده اوكي نشوف اخر وضعية او دي تقريبا بقى بتتكلم مع الكلب حيزي جده واو حلوة برضو تمام اه قدينا شوفنا الوضعيات اللي مع الكلب او كمان لو مسكنا الكلبة اللي هي وضعيات دانية ممكن نمسكه كده نشتاله ويزا بالشكل ده او ممكن برضو الشكل ده ممكن نشتاله كده ونتكلم معاه او الشكل ده برضو كلهم اشكالها بحلوة ويعندنا برضو الحركة دي ودي بقى اه لا دي الحركة قديمة يعني مضفيتش جديد وبردو في وضعيات بقى للقطة يعني كمان حطوها جديد مثلا نقف كده جنب القطة بالشكل ده هتلاقوا مثلا هنا الوضعية دي بجد الوضعية دي مضحكة جدا اللي احنا ندوس على الدل بتاع القطة من غير ما نقصه دي يعني زي انت شايفينه هتلاقي كده القطة تخضط شكلها مضحك جدا ويعندنا كمان الوضعية دي واسه تقريبا مش عارفة بتعمل ايه بس المهم يعني شايفين شكلها ودي الوضعية برضو تلاعب القطة ودي الحركة اللي بعديها اوكي شوف بقى دي لا دي الحركة قديمة وبردو لو اشتلنا القطة لها وضعيات يعني نفس الوضعيات هي لا وضعية جديدة واحدة لا دي بس لكن دي قديمة وكمان نقدر برضو نعمل نفس الكلام مع الارنب ده برضو لو شلناه هي ظهر لنا الحركة دي وكمان لو قفنا جمه برضو هتلاقي فيه وضعيات دي مثلا نتكلم معايا زي انت شايفين شكله ببا حلو قوي ممكن برضو نعمل كده نلقص معاه كده واو شايفين شكلها الارنب كمان بينط معانا شايفين نقدر كمان نعمل مع الهامستر صغير ده ويوو كده اشكلهم كده قوي تمام ودي اوو شايفين الهامستر بيسقف معانا وكده بيرقص وكده بينط كده كمان برضو لو مسكناها هتلاقوا فيه الوضعية دي بس شكلها حلو بس دلوقتي بقى هوريكم حاجات بقى حاجة برضو اضافة جديدة لهم اضافوا سر جديد في المكان ده بتاع الحضانة فهوريه لكم بقى دلوقتي هنيجي هنا هتلاقوا بقى السر اضاف جديد السر هيكون هنا بس عشان نفتحه لازم نجيب اللي هو الحديدة او بتاع الاثقال فهوريكم بقى دلوقتي هنجيبه منين دلوقتي بقى دخلت المدرسة هنا وندخل بقى اللي هو الساحة بتاع المدرسة او الفناء وندخل كده جوه شوية هتلاقوا الحديدة اللي موجودة هنا في الجنب ده فهناخدها او بتاع الاثقال يعني هناخدها وهنروح بقى نحطها اوكي بعد ما اخدناها بالشكل ده هنيجي بقى هنا تاني ومفروض بقى هناخد الحديدة دي ونحطها هنا واتشوفوا بقى المكان السري اللي اتفتح الجديد واوهو ده المكان السري زي ما نشيفيينه في هدوم جديدة هدوم طبعا للبيبي اللي هو عندنا مثلا اللبس ده هتلاقوا كده كلهم وهريكم بقى دلوقتي احنا بنلبسهم يعني للبيبي فاوكي هم دول الهدوم اوكي فانا هجيب دلوقتي البيبي مثلا اوكي ماشي هجيب الطفل صغير ده او البيبي ده وهجرب هلبسه الهدوم بقى اللي احنا جبناها اللي احنا طلعناها يعني من المكان السري ده مسلا هلبسه الطقية دي واوهو شايفين شكلها اوكي انا عايز البس الباقي الطقم بتاعه اوكي او ماشي ده الطقم بتاعه لونه اخضر ممكن كمان نلبسه اللي هو على شكل البنده ده او الدب واللبس بتاعه مش اوه او ده اللبس بتاعه اوكي ده شكله حلو وفيه واحد برده بلوني بينك شكله حلو قوي اللي هو ده وكمان ده اللبس بتاعه شكله حلو اوه بس اشكلهم حلوه هيدي تلات هدوم يعني هما اضفوا تلات هدوم جودات في المكان السري ده ممكن هجيب شخصية الطفل اه جربه لبسه الطقية مثلا هجيبه شخصية الطفل رون وهلبسه بقى الطقية الخضرة اوه نفعت لكن دي اظن لا تمام يعني الطوائل الخضرة دي نفعت اللبسه له بالشكل ده شكله حلو قوي واوه ممكن كمان هلبسه الطقية البنك اه هل اوكي هلبسه الطقية البنك دي شكله حلوه واو لا لا سوانا يا ماخدش بلا انهم اضفوا وضعية جديدة اوه هجربها دلوقتي ماخدش بلا انهم اضفوا وضعيتين دول زي ما احنا عارفين انه فيه وضعيات بتاع تعبيرات الوجه انه مثلا يكون مثلا بيدحك او مثلا يكون زعلان او يعيط بالشكل ده لكن بقى ضافوا خانة جديدة اللي هي الوضعيتين دول زي ما انتم شايفين دلوقتي هجربهم هجرب اول وضعية ده شكله هيقع واوه كده وقف اوه اول موقف كمان ظهر وضعيات تانية زي ما انتم شايفين واوه كأن الطفل بيقف واوه حلو قوي واوه كده بقى واقف نجرب والوضعية التانية دي خليتي يقع كده اوه لو مثلا زي وبيحاول يقف تاني لو كان لسه بيتعود بقى ان هو يمشي وكده زي الاطفال بقى الصغيرة اللي هي بتحاول تتعود تمشي وكده اوكي يعني ده شكله حلو قوي هتحسها واقعية كده واوه احلى حاجة في اللعبة ان هي بيكون في وضعيات كتيرة وتحس ان هي واقعية اوكي هنا زي ما تشايفين دي اول وضعية حلوه بجد هجرب الوضعية التانية كده قاعد في الارض عادي كي لو جربت دي بقى هشوف اللي هيحصل اوه كده بيحاول يقوم او واقع تاني اللي هو بيحاول يقوم كده وبيقعد تاني لهي الوضعية دي شايفين بيحاول يقوم ويقعد تاني لكن الوضعية دي بقى اول ما منخترها بالشكل ده هيبقى يقف كده خالص يعني يفضل واقف بقى عادي وبعد ما منخترهم هيظهر لنا وضعيتين تانيين يعني كده خلاص نقدر نحركه وهو واقف هيب جد حلو قوي شايفين بيبقى شاكله حلو يعني مش لازم بقى ان هو يقعد وكده بس هي دي بقى الحاجات اللي اضافت جديد وكمان هو واقف كده نقدر نختار تعبيرات الوجه انه ممكن يكون متعصب اه بالشكل ده ممكن يكون متعصب كده او يعيط شايفين هو واقف بقى كده بس كده هو بيعيط وكده مثلا هو بفرحان او كده مثلا هو بيدحك يعني تقدروا تختاروا بقى بقى التعبيرات بتاعت الوجه دخلت بقى هنا المحالة بتاع الميكوب او فيه سر بسيط جدا ممكنتش قلته انتو قلتوا ليه في التعليقات فقلت اجربوا يعني اللي هو السر اللي هو في المكان ده اللي هو هنا اللي هو المفروض نفتح الانوار دي كلها المهم فيه انوار كده مطفية فالمفروض بقى نفتحهم كلهم وهيكون فيه سر كده هوروركوا بقى دلوقتي مفروض كده فتحتوا كله وبعدين هنقعد بقى في الكرسي ده بس هشيل التوكا لنا لبسها الاول وبعدين هعود بقى في الكرسي ده هيلبس لنا بقى التوكا جديدة او كي دون شايفين عملنا ميكوب جديد وكمان حطوا التوكا الصغيرة دي شكلها حلو برضو يعني هو ده السر بقى اللي موجودة هنا يعني انت المفروض تفتحوا كل الاضواق او الانوار اللي موجودة هنا عشان بعد ما بتعودوا هتلبسوا بقى التوكا دي بس كده طبعا احنا كده غيرنا شكل العيون بقى على شكل الوردة وكمان نقدر نغير الوانها يعني لو دخلنا ما كانت تصميم الشخصيات بالشكل ده ودخلنا بقى الخانة بتاعت العيون نقدر نختار الوانها ممكن نختار اي لون تاني ممكن نخليه باللون الازرق كده شكله حلو او pink زي ما هو وده بردو لون متدرق او move حاسة بعض المتغير ده لونه حلو بردو لايق على الشعر او اخضر او نقدر نغير الوانه يعني نختار بقى كزا لون و بس كده وصلنا نحية الفيديو اتمنى الفيديو كنا عقابكم لو عقابكم بقى اضغطوا على اشتركوا في القناة و بس كده اشتركوا في الفيديو قاي سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة